هنبدأ بقى الكلام في أول موضوع في حلقتنا النهاردة عام 1999 قدمت السينما الأمريكية فيلم شهير جداً معتمد على التشويق اسمه الحسة السادسة الفيلم ده كان من تأليف وإخراج المخرج الهندي نايت شالامان وبطولة بروس ويلز والطفل وقتها هالي جويل أوزمند نجح الفيلم ده جداً على فكرة وحقق إرادات في شبابيك التذاكر وصلت إلى 672.8 مليون دولار يعني عدى للنص مليار بكتير يعني بعدها بست سنوات قدمت السينما المصرية فيلم كوميدي اسمه الحسة السبعة وده كان عام 2005 والفيلم ده كان من تأليف محمد جمعة وأحمد ميكي وإخراج الفنان أحمد ميكي وبطولة أحمد الفشاوي ورانيا الكوردي الحسة السادسة الأمريكي كان بيتكلم عن توقع ومعرفة اللي بيحصل في المستقبل والحسة السبعة المصري كان بيتكلم عن قراءة الأفكار والحياة للاتنين سواء معرفة المستقبل أو قراءة الأفكار مجرد طبعاً أوهام وخيالات سينمائية جميلة لكن ملهمش أي علاقة بالحواس الخمسة الرئيسية للإنسان وهم حواس السمع والبصر واللمس والتذوق والشم حواس السمع والبصر واللمس بيكونوا موجودين عند الطفل منذ الولادة لكن لازم طبعاً مراعاة العوامل اللي بتأثر على الإحساس ببدء عمل الحواس دي زي إيه؟ زي الزاكرة البصرية مثلاً بالنسبة للرؤية يعني احنا قلنا قبل كده في حلقة سابقة أن العين بتشتغل زي الكاميرا وبتصور كل حاجة عشان يبقى فيه حاجة اسمها زاكرة بصرية تمام؟ وزي برضو امتصاص أي سائل بيكون موجود في الأذن من بعد الولادة بالنسبة لحسة السمع في أطفال ساعة الولادة بيتولدوا بيبقى فيه جزء من السائل المحيط بالطفل أثناء الولادة بيدخل زي بالزبط كده لما بننزل حمامات سباحة أو بحر بيتدخل مياه في ودننا دي بتاخد شوية وقت عشان تمتص فبرضو دي على ما تمتص بتبدأ بقى حسة السمع أو برضو زي لمس الطفل للأشياء من مواد مختلفة وده بالنسبة لحسة اللمس أنا النهاردة هكلم حضراتكم عن حستي التذوق والشم حسة التذوق وده أول سؤال سألناه للناس بتكون موجودة إمتى مع الطفل؟ بتكون موجودة مع الطفل منذ الولادة برضو ومع مرور الوقت بتبدأ تزيد في نشاطها الوظيفة تجاه المذاقات المختلفة